من جانبها دعت الحكومة المغربية إلى تعبئة الجهود الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وفي تصريحات خاصة لقناة الغد قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن إسرائيل ترتكب المجازر دون احترام للقانون الدولي الاحتلال الصهيوني لا يلقي بالا لأي من القانون الدولية أو المواتق الدولية أو الاحترام المدنيين أو غيرها وأنه لا يخشى أن تتخذ ضده أي إجراءات مع الأسف الشديد ولذلك نحتاج إلى تعبئة قوية الحمد لله منذ ثلاثة أيام كانت هناك مسيرة في المغرب هذه المسيرة استباقية حست بالخطر هذه المسيرة نتيجة أيضا رد فعل على مقامة به الإدارة الأمريكية من تحويل استفارتها إلى القدس الشريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر